لأنها مسيرة ولازلت حافظها من معزة الرجل والقصيدة على قلبي ولازلت حافظها وإن شاء الله حتى كلمته وقال أني حافظ بعضها وبعضها نسيته وذكرت ببعضها وإن شاء الله يلقيها في المنصة بعد العشاء بذن الله تعالى سعيد جداً والله بوجودك معنا عبر شاشة قناة السفر الفضائية ويليت أن الوقت معنا كان أخذنا معك أكثر من كذا إذا كان لك كلمة أخيرة عبر هذا اللي كانت فضل معنا يكلمة خيراً نقول لله يحيي الجميع ومرحباً ألف بكل من حضر الله سلامكم عندنا طبعاً ضيوف ونستقبلهم فالله يحييكم جميعاً وكلكم من حضر ضيوف عندنا ذلة الله سلام نبدأ لنا نشكرك أنك أحتنى الفرصة هذه عشان نخدمك بس سلمت والله يحييكم الله يحييكم يا مرحباً حياكم الله كان معي الشيخ حسب بن محمد الشيري فشكراً جزيلاً مرحباً بكم معزة المشاهدين معي في هذا اللقاء عم العريس الأستاذ أحمد بن محمد الشيري فهلاً وسلام بك مرحباً ألف حياكم الله يا مرحباً الله سلام نبارك لكم هذه المناسبة باسم الشيخ سيد الحداوي وقناة سيوف الفضائية من إدارين وعالمين حياكم الله جميعاً يا مرحبا القناة السيوف ومثلة في الشيخ سعيد الحداوي وآل أخ صالح بن الله في العمري حيا الله الجميع طبعاً أكيد لك كلمة لفارس هذا المساء نقلها كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم مبارك الله لهم مبارك عليهم جمعاً بينهم في خير الأخ فيصل الولد فيصل أقدم على الزواج والحمد لله هذا أكمال نصف الدين والحمد لله الله يسعد ما بينهم إن شاء الله في هذا الليل طيب أنا سعيد جداً والله بوجودك معنا عبر سلاشة قناة السيوف إذا كان لك كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء نقول شكراً لقناة السيوف ومن حضر الصراحة قناة السيوف هي قناة الرائدة في المنطقة الجنوبية بصفة عامة وفي المملكة العربية السميدية بصفة عامة ومنطقة السيوف بصفة خاصة فمثلة في رئيس الإدارة الشيخ سعيد الحداوي هو شخصكم الكريم الصالح بن ظافر العمري فحيال الجميع شكراً لك كان من يعمل عريس الأستاذ أحمد بن محمد الشيري فشكراً جزيلاً لك مرحباً بكم عزيزي المشاهدين معي في هذا اللقاء الأستاذ محمد حسن الشيري فهنا وسلم بك يا مرحباً ومسأل أحييك الله صالح يا مرحباً الله يحييكم إن شاء الله وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل مناسبة هذا المساء ما هي كلمتك له بهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى الله صحبه أجمعين نقول للعريس كما قال رسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبرك عليهم وجمع بينهم في خير الأخ حسن أبو فيصل عزيز وزميل دراسة وأخه وخوي ونقول أن نسأل الله لهم الثبات وأني وفق العريس وأني حياة سعيدة وأني يوفق لما يحب ويرضى طبعاً بعض العادات والتقاليد اللي لدينا هنا أنت من كبير سنة لكن أنت من الناس اللي يحب أن تستمر هذه العادات والتقاليد ولا في بعض الأشياء يعني مؤثرة في العادات لا هذا العادات حقيقة ودنا نطال عمرك العادات هذا أن تستمر وحقيقة اللي هو على رأس الهرم الأخ صالح العمري حقيقة دائم نشوف بهذا القناة المفضل حقيقة هذا تراث الآباء والإجداد وأبنائنا حقيقة لنا الفخر أن يعتزوا يفتخر بأتراث آباء وأجداده وهذا شيء نفتخر بجميعاً فهذا حقيقة تراث الشعبي حقيقة نفتخر بجميعاً لأن يعترفون بها أبنائنا وأولادنا وهذا تراث آبائنا وأجدادنا سعيد جداً أن تكون ضيف معنا عبر شاشة قناة السيوفة الفضائية إذا كان لك كلمة أخيرة أستاذ محمد كلمتي أخيرة ضال عمرك نهني العريس وكذلك ندعو أخواننا وجنودنا البواسل على الحد الجنوبي ونسر الله العلي العظيم أن ينصرهم على عدوهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدم ترميهم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أهلاً بكم معزي المشاهدين معي في هذا اللقاء الشيخ موسى بن محمد البارقي فأهلنا وسهلاً بك بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أسأل الله لهم التوفيق والسعادة 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 وأنا أقول لهم أقارسه صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم وسعدهم إن شاء الله في حياتهم الدنياوية الله يسلم طبعاً يا شيخ موسى بعض العدات والتقاليد التي تشاهدها الآن وكانت من الزمن الماضي هل لك رأي فيها؟ أبداً أبداً ما لي رأي كل شيء تمام إن شاء الله الحمد لله نفس العادات ما فيه تغيير كثير الحمد لله أنا أرسد الإحتفالات السابقة تتغير أختلفت عن نعم أختلفت يا ولدي أختلفت العادات الأول كاتمة تقاربة وكاتمة تقاللة والآن ما شاء الله توسعوا الدنيا مع الواصلات هذه ومع الاتصالات هذه ومع الفضائيات هذه الحمد لله صار البعيد قريب أي والله الحمد لله نحمد لله نشك طيب أنت منتابع قناة السيوف آفة نعم يو الله منتابع ما رأيك فيما تقدمها لمشاهدين براه؟ نعم ما شاء الله نشكركم والله يوفقكم الله ورئيسها الشيخ سعيد الحداوي تتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تصبر لكم التوفيق إن شاء الله يوفقكم الله سيد جدنا الله بجودك معين لك كلمة أخيرة شيخ موسى سلامتك الله يحفظك كان مع الشيخ موسى بن محمد البارقي فشكرا جزيلا الله مرحبا بكم مع عزيز المشاهدين معي في هذا اللي قال أستاذ حمود بن محمد الشهري فأهلا وسلام بك الله يسلامك طول بعمرك وجهلك سلام الله عزك العابي وأنتم تشاركون أستاذ فيصل مناسبة هذا المساء ما هي كلمتكم بهذه المناسبة؟ نقول للأبن فيصل كما قال رسوله عليه السلام طارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير ورزقهم الذرية الصالحة طول بعمرك طبعا أنت متابعي قناة السلوف ليس بالكثير ولكن لي متابعت لها طيب ما رأيك في ما تقدم حقيقة القناة السلوف هي الرائدة في نقر المرض الشعبي وأيضا تشاركها بعض القنوات الأخرى أيضا الله عزك العابي جنودنا وأبطالنا على حد الجنوبي يدافعون عن وطننا هل لك كلمة لهم بهذه المناسبة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد رميهم وأن يثبت أقدامها وأن يرزقهم الناصر بذل الله تعالى وأن يتقبل من قتل منهم مع الشهداء والصديقين والأنبياء كلمة خيرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أمننا والسقرارنا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ لنا أولاة أمرنا وأن ينصر هذه البلاد على من عادها وأنه سميعاً مجيب الدعم كان معي الأستاذ حمود بن محمد الشيري وأن يقول كما قال رسول الله عليه وسلم اللهم مبارك لهم ومبارك عليهم وإجمع بينهم في خير فأبو فيصل عايز وغالي وقناة السيوف حقيقة لها مجهودات كثيرة طبعاً أنتم متابعين قناة السيوف أكيد؟ طبعاً طبعاً متابعين نعم ما رأيك فيما تقدمها للأستاذ المشاهدين؟ والله قناة السيوف هي موروض حقيقة يعني يشهد لها حقيقة والله فقناة السيوف هي معنا في كل المحافل وحقيقة نشكر القائمين على نفس القناة والشيخ سعيد الحذاي وانتخ صالح فعسى الله يوفقكم إن شاء الله لكم يعني مجهودات في المنطقة الجنوبية هنا وبالذات في التراث الحفلات الشعبية فالله يعطيكم العافي على ما تقومون به والقناة السيوف حقيقة هي القناة المفضلة لدينا وفكم الله طبعاً أبطالنا في هالأيام يدافعون عن وطننا الحبيب على الحد الجنوبي لك كلمة لهم بهذه المناصمة نعم نسأل الله أن الله يثبتهم وحن قلوبنا معهم وحن كلنا في خانتق واحد سوى مواطن أو عسكري فكلنا قلوبنا معهم والهم رابطين فنسأل الله أن الله يوفقهم ويثبتهم على طاعته وينصر دولتنا والملك سلمان نسأل الله أن الله يوفقه وولي ولي عهد الأمين واسمه نائبة فنسأل الله أن الله يوفقهم inshaAllah ويصر بلادنا من كل شر كلمة خيرة للخيرة طعامكم نشكر القائمين على قناة السيوف والشيخ سيد الحداء ووانتيق صالحنيانة فنسأل الله يوفقهم inshaAllah حقيقة لكم مجهودات هنا فنسأل الله يوفقهم inshaAllah قناة السيوف مشهود لها وما يحتاج لها شهادة فنسأل الله يوفقكم inshaAllah مرحبا بكم عزيزي المشاهدين معي في هذا اللقاء الأستاذ محمد الشهري من زملاء العريس فأهلنا وسلم بك الله يحييك حياكم الله ومرحبا وأنتم تشاركون زميلكم في فرحتها هذا المساء أكيد لكم كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نقول للعريس بارك الله وبرك لكم وبرك عليكم وجمع بينكم في خير لأخ فيصل من الزملاء العزاء فنبارك له ونقول لها ألف المبروك بالرفاه والبنين أبطالنا المرابطين على حد الجنوبي هل لك كلمة لهم بهذه المناسبة نسأل الله العلي القدير أن ينصرهم وينصر الإسلام المسلمين وأن يعزه هذه الدولة نسأل الله أن يجزاهم بالخير ولاة الأمر فنرجو من الجميع الدعاء لهم في ظهر الغيب طيب كلمة خيرة لك بهذه المناسبة نشكر قناة السيوف لحضورها جميع الحفلات الشعبية وتقديرها الموروث الشعبي على إدارتهم وجميع المشاركين ولك الأخ الصالح نتمنى لكم التوفيق وفي الأول والأخير نرجو من الجميع الدعاء لإخوان المرابطين على الحدود ومن السلامتكم كان معي الأستاذ محمد الشيري فشكرا جزيلا الله مرحبا بكم معزا المشاهدين معي الأستاذ هايازة علي السعيد الشيري فهلا نسلم بك الله يسلمك إن شاء الله الله يحييكم الله يسلمك وأنتم تشاركون الأستاذ فيصل فرحة هذا المساء ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ في الحقيقة إنها المناسبة كبيرة جدا وفي الحقيقة فرحة لا توصف في هذا اللقاء ونحمد الله ونشكر الله اللي تم علينا لهذا الفرحة وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني برضو الله يفرحنا بنصرة الوطن بإذن الله سبحانه وتعالى ونشكر خادم الحرمي الشريفين وولي عهده وولي عهد الأمين على ما قدموه وبذلوه في الحزم والحمد لله والشكر وأسأل الله إن من حسني الأحسن بإذن الله كلمة أخيرة نهدنا إلى أخوان اللي هو أبو فيصل وأولاد عمي كلهم وأخواني وجماعتي وفرصة سعيدة في الحقيقة أننا نتقابل مع القناة هذه القناة أسيوف الله يحييك شكرا الحب الله يحييك مرحبا بكم معزي المشاهدين لازالت تغطيتنا مستمرة في زواج الأستاذ فيصل بن حسن الشهري فهلا وسهلا بكم معي الأستاذ محمد أحمد باضريس أهلنا سالم بك الله يسلمك حياك الله الله يرضى عليك وأنتم تشاركون فرحة الأستاذ فيصل بن حسن الشهري هذا المساء ما هي كلمتكم له بهذه المناسبة؟ طبعا نحن نقول بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير إن شاء الله بحول الله الله يسلمكم طبعا أنت جاي من مكة ولا من جدة؟ لا ولا أنا من مكة حسب علمي أنك كنت من أوائل المعلمين في منطقة ثلاث المنظر أو في وادي بقرة يليت لو تحدثنا عن هذه التجربة؟ نحن تعيننا هنا عام 1396 هجرية تخرجنا معد المعلمين في عام 1395-1996 تم تعيننا في منطقة أبهى والمنطقة هذه كانت في جهل مدقع والحمد لله كان في عندنا الشيخ محمد صالح الفواز مدير تعليم منطقة أبهى كان رجل فاضل رحمة الله عليه نشر التعليم في منطقة عسير بكاملها ما شاء الله تبارك الله الله يرحمه و يحسن إليه فعاد كنا نحن من أوائل المدرسيين أنا في الدفعة الثالثة في مدرسة وادي بقرة كانت مدرسة اسمها مدرسة عكرم بلنبي جهل في منطقة بقرة طيب أنا بس لك طولت هنا في المنطقة ولا بس أنا سنتين ذلك؟ والله أنا عشت في منطقة هذه الترمين دراسيين يعني عام دراسي كامل عام دراسي كامل وبعد أن تقلت؟ نقلت إلى منطقة مكة والحمد لله إلى أن تقعدت وأنا في مكة المقربة عام كم تقعدت يا أستاذ محمد؟ عام ألف ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف ألف واربعمائة وسبعة وعشرين أسف ما شاء الله قريب جدا نعم الحمد لله يعني عشرة سنوات كذلك منطقة لك الآن عشر سنوات نعم طيب ما رأيك في العادات والتقاليد الموجودة في المنطق هنا هل تختلف عن مثلا الفن الحجازي في المنطقة الغربية؟ شيء كثير يعني ما شاء الله تبارك الله إنه لدينا الفن الحجازي يختلف عن منطقة تهامة بكاملها ومنطقة تهامة تختلف عن منطقة أبها منطقة تهامة تختلف عن منطقة المنطقة الوسطى عن المنطقة الشرقية نحن الآن عندنا يعني لون العرضة أنتم عندكم لون المزمارة أو شيء زيك نحن عندنا ألعاب كثيرة منها المزمار منها منها المزمار نعم منها المزمار بس الأشياء الأساسي الأساسي والله أشياء كثيرة في مكة المكرمة المزمار في عندنا أهل مكة بالذات عندهم شيء اسمه الصهبة لعبة اسمها وولا عندنا الجسيس في عندنا شيء اسمه الجسيس الشيء اللي عندنا هنا والله الجسيس دائما يجيب مجسات نسميها مجسات أو مواويل خاصة بأهل الزواج يعني هذه تمارس بس في الزواجات ولا في المناسبات عامة أحيانا مناسبات مثلا في الشبكة في الملكة كان الجسيس يحضروه أهل مكة لديهم يحضروا الجسيس أول ما يحضر يحضروا الجسيس لو أنك تعطينا فكرة سريعة جدا عن مراسيم الزواج عندكم في مكة والله هي عادات كل الناس أولهم عادات لأن هنا عندنا مراسيم الزواج عندنا ملكة وبعدين عندنا الآن فنه شبكة وبعدين يسير الزواج يعني الملكة نسويها في مكان كنا نسوي الملكة في الحرم أو نسويها في مسجد وبعدين نسوي الشبكة في قصر أفراح وكان في البيوت وبعدين زارت في قصر أفراح والزواج بعدها في قصر أفراح كان عندنا أهل مكة يسوي الشبكة أبو العروس يسوي الشبقة وأبو العريس يسوي الزواج يعني واحد يشيل حاجة واحد يشيل حاجة الآن اختلفت عندنا في منطقتنا هنا كان لنا عادات وتقاليد يعني أعتقد أن في زمننا الحاضر في عادات وتقاليد دخيلة على عاداتنا هل تأثرت بها كذلك منطقة مكة المكرمة؟ لا منطقة الحجاز بكامل وما تأثر باعدات أهل الجنوب لا نقصد عادات دخيلة خارجية من خارج المملكة على المملكة يعني أقاليم المملكة كلها والله اللي حضرته أنا ما في شيء تأثير إلا اللهم كان يجيب مطرب مثلا والآن المطرب خلاص صار عام في كل زواج ناس تجيب مطرب ناس تجيب مزمار ناس تجيب ألعاب شعبية ولكن الأشياء هذه كلها قد تكون يتراثر في البلدان نفسها إنما المطأ المطرب حتى من زمان كانوا يجيوا مطرب جمع إنك عشت في منطقة في مركز ثلاثة المنظر وما جا وراء هل تجيب الأرضة؟ لا والله ما قد لعبتها مع العلم أنه هنا كان في عندهم خطوة سموه خطوة عسير ما 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 لعبتها ممكن شوفك ليوم الأرضة اليوم؟ ما أعرف لها والله حاول يعني تقدر والله ما أعرف لها ونصادق حتى مزمار المكوي ما أعرف له عشان لا أحد يقول والله أنا شايفين العمامة والسديرية والحتى ما أجيدها والله والله سعدة جداً يا سيد محمد بوجودك معنا إذا كان لك كلمة لأبطالنا على حد الجنوبي والله إن شاء الله يحب لله إن شاء الله ينصرهم وهذا الدرعنا وسندنا في المنطقة الجنوبية وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينصرنا وينصرنا على كل من عادانا وينصر ملكنا سلمان وإن شاء الله بحول الله نشوف مملكتنا في عز وفخر وفي أحسن حال بحولنا وحدنا والله أحياناً تمر عليها أحياناً تمر عليها لأنه نعم كلمة خيرة الله يشتلمكم جزاكم الله خير وإن شاء الله بحول الله ربنا يتمم بخير أهل العرس نحن نقول أهل العرس يعني أهل الزواج وربنا إن شاء الله يتممهم بخير ويبارك لهم ويبارك عليهم بحول الله الله سلم جامعي الأستاذ محمد بن أحمد باضريس فشكراً جزيلاً له جزاك الله خير شكراً حبيب الله سلم مرحباً بكم مع أزياء المشاهدين مائي في هذا اللقاء السريع الأستاذ أحمد بن أبراهيم الشهري فأهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً وحياكم الله وحياكم عندما نحياكم طبعاً أنتم تشاركون الأستاذ فيصل بن حسن الشهري فرحته هذا المساء أكيد لكم كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء وبارك للعريس فيصل بن حسن بن سعيد الشهري على زواجه أقول اللهم وبارك لهم واجمع بينهم على خير وصراحة فرصة سعيدة ومن أكبر الفرص أني أحضر زواج الأخ فيصل عند حسن أبوه معروف ومن روس شيوخ العلاء وصراحة أفتخر وأبو فيصل محبوب عند الجميع ولا صراحة يعني نوفي بجمائله الله يوفقه ويبارك لهم إن شاء الله ومن أحسن إلى أحسن طبعاً أبطالنا مرابطين على الحد الجنوبي يدافعون عن وطننا الحبيب ما هي كلمتك لهم بهذه المناسبة؟ اللهم أنصرهم اللهم أنصرهم اللهم أنصرهم وثبتهم ونسأل الله لهم التوفيق وهم منصورين الحمد لله أي والله والدولة هذه نحمد الله ونشكره يعني هي بنيت على يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونسأل الله بطولة العمر لطوير العمر الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهده ولي عهده ونسأل الله لهم توفيق ونسأل الله لهم توفيق لجنود المرابطين أي والله سعيد جداً وجودك معنا عبر شاشة قناة السيوف الفضائية إذا كان لك كلمة أستاذ أحمد بأخيرة بهذا المناسبة تفضل أنا أشكركم بصراحة وأشكر قناة السيوف وبصراحة القناة السيوف من القنوات المميزة وانتابعها وأشكر قنقري اشتركوا في القناة شكرا